اعلام مكفولة وفق القانون القطري ولكن هناك كانت مناشدة من خادم الحرمين الشريفين لكافة الإعلاميين وأصحاب الرأي والمفكرين للعمل بمسؤولية وعدم إثارة الفتن وتعزيز التضامن العربي العربي وخصوصا في ظل الظروف الحالية ونأمل أن هذه المبادرة تستحق الإصابة وأضاف مساعد وزير الخارجي القطري أنه وفقا للقانون القطري لا يسمح لقيادات الإخوان بالعمل السياسي داخل قطر دولة قطر كانت وما زالت تتبع سياسة الباب المفتوح ومرحبة بجميع الضيوف ولكن في حال ممارسة العمل السياسي أنظمة الدولة لا تسمح بذلك والأخوة المعارضين الذين تستطيفهم دولة قطر مرحب فيهم طالما لا يمارسهم العمل السياسي وإن شاءوا ممارسة العمل السياسي لهم الخيار